احمد الله رب العالمين الانسان احيانا يكرر يعني ايات معينة من كتاب الله سبحانه وتعالى وربما من كثرة تكرارها قد يتعود عليها وربما يعني ينقسم المسلمون الى قسمين قسم كلما ردد ورتلى ايات كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاته او في المصحف ربما يزداد تدبره وتتكشف له معاني لم تكن من قبل فان من معجزات القرآن انه لا يخلق على كثرة الرد يعني لا يصير خلقا مع كثرة الترداد فانت تقرأ او تتلو السورة التي فيها قصة معينة تكررها مائة مرة ومائتي مرة ومائتين مرة وثلثمائة مرة والف مرة ولكن في كل مرة يتكشف لك معنى جديد من معاني كلمات كتاب الله سبحانه وتعالى ونوع اخر مع كثرة الترداد وكثرة الالتلاوة ربما يتلو بلسانه ولا يتدبر بقلبه وعقده فربما يتعود على نطق ايات معينة من كتاب الله سبحانه وتعالى تأخذ صورة التعود ونحن اليوم نريد ان نعيش في برنامج القرآن والانسان مع ما نكرره كل يوم سبع عشرة مرة على الاقل من كتاب الله عز وجل الا وهي ام الكتاب فاتحة الكتاب الانسان وهو يتعايش متدبرا مع كتاب الله عز وجل يجد انه معجز في الفاظه معجز في بلاغته وبيانه معجز في تركيبه اللغوي معجز في اياته التشريعية معجز في النواحي العلمية بشتى انواعها فهو معجز على كل منحة من المناحي لكن نريد ان نتلمس ونحن في هذه الدقائق معكم ان شاء الله رب العالمين بعضا من انوار ويعني الفاظ هذه السورة العظيمة التي نخرها كل يوم في صنواتنا على الاقل سبع عشرة مرة وهي سورة الحمد او الشافية او الكافية او ام الكتاب الى اخر ما سماها العلماء تبدأ السورة بالحمد الحمد لله رب العالمين وقد يتدبر انسان ويقول هل هناك فرق بين الحمد والمده والشكر نقول نعم هناك فرق كبير الحمد لا يكون الا لعاقل حي انت لا تحمد الا عاقلا حيا هتان الصفتان هما التي الملتان يحمد صاحبهما الحمد لله لابد ان يكون عاقلا حيا اما المده قد يكون للجماد انت تمدح جوهر جميلة تمدح شاشة تلفزيون جميلة تمدح قلما جميلا تمدح ساعة جميلة قد يكون يمدح عزكم الله يمدح حيوان من الحيوانات يمدح حصان بشكله الجميل تمدح ناقة من النوق اذا كالفرق بين الحمد والمتح ان المتح قد يكون للجماد ويكون ايضا للانسان اما قضية سبحان الله المتح تكون قبل الاحسان من الممدوح وبعد الاحسان فانت تمدح فلانا سواء احسن اليك ام لم يحسن اما الحمد فلا يكون الا بعد احسان المحمود الذي تحمده اليك كيف الله عز وجل من على البشرية كلها مؤمنهم وكافرهم بنعمتين كبيرتين نعمة الايجاد ونعمة الامداد نعمة الايجاد اوجد البشرية من عدم يعني كنتم امواتا فاحياكم ثم يوميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون اذا قضيت ان الله سبحانه وتعالى العبد يعني ينعم الله عليه سواء كان هذا العبد مؤمن ام غير مؤمن يوجده من عدم ثم يمده بانواع او باسباب الحياة التي يستطيع ان يعيش فيها بأن اوجد له ارضا مبسوطة وجبالا وبحارا وانعارا هواء جوي جسد معين له تركيبة معينة في اعجاز معين اذا هذا للمؤمن وهذا ويمده بمثلا دم كرة الدم البيضاء كرة الدم الحمراء الى اخير الى ما تعلمون افضل مني بكثير فاذا نعمة الايجاد نعمة الامداد هذه يستوي فيها او يعطاها المؤمن والكافر المؤمن يختص بنعمة ثالثة عندما يحمد الله يحمده كما يحمد غيره على نعمة الايجاد ونعمة الامداد ويختص المؤمن بنعمة الهدى والرشاد ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدينة الا لمن احب تحت عنوان يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه كم انا عند الله يا بصري انا عند الله اسوي ايه قال له كم الله عندك الدين عندك كم يسوي الغيب عندك كم يسوي مقام الله سبحانه وتعالى كم يسوي لمن خاف مقام ربه جمتان اذا قضيت ان المتح يكون قبل النعمة قبل يعني الاحسان وبعد الاحسان اما الحمد لا يكون الا بعد الاحسان فانت تحمد الله على نعمة الايجاد ونعمة الامداد ونعمة الهدى والرشاد والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب المتح قال احثوا في وجه المتحين التراب لكن كان يحب الحمد يقول من لم يحمد الناس لم يحمد الله من لم يحمد الناس لم يحمد الله سبحان الله ولذلك القرآن لما نزل بلسان عربي مبين فهمه الصحابة لانهم كانوا اصحاب لغة لما نزلت براءة امنا عائشة من فوق السبع سماوات وسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بيت ابي بكر في قضية حديثة الافك قالت ام رومان لابنتها قومي فاحمدي رسول الله نحن لا نتحدث في عصرنا هذا عن قضية الحمد نحن نخلط بين الحمد والشكر سبحان الله نحن نخلط بين الحمد والشكر الشكر الشكر يختص بالانعام الذي وصل اليك انت نحن 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 بالانعام اللي هو وصل اليك انت يعني محصور لكن الحمد يكون بفضل الله سبحانه وتعالى انما لهذه النعم الثلاث بعد ايجاد هذا الاحسان نعمة الايجاد نعمة الامداد ونعمة الهدى والرشاد الحمد لله بدأت بها سور خمسة اول سورة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين سوف نأتي بهذه القضية ثم تدخل على سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجة فنحن نحمد رب العباد الذي نزل القرآن والفرقان والكتاب على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدينا سواء السبيل فما نحن لو لا القرآن بدون منهج دون سطور لا نسوي شيء سبحان الله هذه سورة سورة الكهفة عندنا كمان سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات والارض هنا تحمد الله ان ما في السماوات والارض هي ملك لله ليست ملكا لأحد لأن انت لما ترى انسان يملك المليارات تظن انه يملك شيئا كبيرا لكن لا هو وماله انما مملك لملكه وهو مستخلف فيما اعتاه الله سبحانه وتعالى وان لم يحسن استخدام هذا المال الذي قال له ربه انفقوا مما جعلكم مستخدفين فيه فالمال مال الله والفقراء عيال الله والاغنياء وكلاء الله في ماله فان بخن وكلاء الله على عيال الله اخذ الله ماله يعني وارك في الاثر يعني سبحان الله ان المال مالي والاغنياء وكلاء والفقراء وعيالي فان بخن وكلاء على عيالي اخذت مالي ولا ابالي لكن قارون ظن ان المال له قال انما اتيته على علم عندي هذا العلم انما اتيته بعخلي وانما هذا المال الذي اكتسبته هذا الفكري وبدراساتي وباجازاتي العلمية ووائل اخره فخسفنا به وبداره الارض والعياذ بالله سبحان تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادة ولا عاقبة للمتقين يعني سورة الفاتحة سورة الكهف سورة سبا سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض اي خالق السماوات والارض مبدع السماوات والارض منشئ السماوات والارض وتبدأهم سورة الفاتحة فكل حمد سبحان الله في هذه السور انما يخص حالة معينة والانسان يتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين طب القرآن لم يقل احمد الله رب العالمين هذا حمد او حمدا لله رب العالمين او ان الحمد لله رب العالمين لا قضيت ان الحمد لله كأنها تحتاج الى تأكيد والحمد امر فطري يجب ان يخرج من فطرة الانسان ان يحمد لماذا لان الله اعطانا عندما طلبنا واعطانا دون ان نطلب يعني اعطانا الاسلام عندما ولدنا في بلاد اسلامية من ام مسلم وابو مسلم دون ان نسأله قال الشافعي يا رب رزقتني الاسلام وانا لم اسألك فاعطني الجنة وانا اسألك اذا كنت يا رب انت حنان منان يعني تعطي النوالة من غير سؤال وتعطي الطلب من غير ان نطلب وتعطي النعمة من غير ان نستجلي سبحان الله فاذا كنت قد انعمت علينا بنعمة الاسلام ونحن ما طلبنا الاسلام كنا اميين صغار لا ندرك شيئا ورزقنا مجتمعا المسلم نسمع في الاذانة خمس مرات ولذلك سبحان الله يتوقوا ابناؤنا الذين يعيشون في بلاد غير اسلامية عندما تطأ اقدامهم ارض الاسلام اول ما يسمع اذان يبكي وتدمع عيناه ويرتجف قلبه كانما هذا الاذان يذكره بلالا رضي الله عنه ويذكره بشعيرة كبيرة من شعائر الله المؤذنون هم اطول الناس اعناقا يوم القيامة وعلى كثيب من مسك اسود حتى يعني يفصل الله بين العباد يوم القيامة اذا سبحانه ما سمع المؤذن انس ولا جن ولا طير ولا ولا الا واستغفر له سبحان الله اذا فلو تسمع الاذان تقول الله هذه النعمة نعمة كانت مفقودة مع تواجد هذا الانسان في بلد غير مسلم ليس فيه مسجد فانت تحمد الله على كل هذه النعمة الحمد لان كلمة انه يعني انت تؤكد لا امر اللي يحتاج لتأكيد الامر فطرة طيب ليه السورة لم تقل احمد الله رب العالمين احمد بفعل او ان احمد الله رب العالمين هذه فعل والفعل يختص بزمن معين اما الحمد لله اهل اللغة يقول عليه ايه يقولون انها جملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الاستمرار والثبوت لا تختص بزمن ايه معين يقول احمد الله رب العالمين طب احمد اليوم وغدا او حمدت الله رب العالمين طب اهن يعني حمدته بالامس واليوم سبحان الله لا الحمد لله انما هي جملة اسمية تدل على ايه الثبوت والرسوخ والاستمرار فلذلك ما ذكرت الاية ان الحمد لله او حمد لله او احمد الله ولذلك ولذلك الله عز وجل محمود قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين ليه لان انت قال انت الست مليار لو اجتمعوا على اتقى قلب واحد فينا ماذا ذلك في ملك الله شيء لا يزيد في ملك الله شيء ولو اجتمعوا الست مليارات اللي يعيشوا على الارض البسيطة في هذا القرن وفي عام 2008 ميلادية 2029 هجرية لو اجتمعوا على افسق وافجر قلب موجود في البشرية ما نقص ذلك من ملك الله شيء يقول الله عز وجل في حيث القرس يا عبادي انما هي اعمالكم وفيها لكم سبحان الله وفيه سبحان الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه سبحان الله اذا ذكر الحمد بايه بالجملة الاسمية الحمد لله رب العالمين طيب تعالى الى الرب الرب سبحانه وتعالى هو تخص الربوبية اللي هي رحمة الله وفضل الله وكرم الله وجود الله ومن الله علينا سبحان الله لان الرب هو الذي يربينا الرب هو الذي يربينا وزاخリ انت تجد احيانا يتيم لا لولا ابو ربما يتيم الاب والام وسبحان الله يخرج كده تجد ايه متفوق وتجد نابه طب يقول الله من الذي رعى الله الذي رباه تعالى الى اعظم يتين في التاريخ مات ابوه وهو في بطن امه صلى الله عليه وسلم وبعدين لما ولد عند ست سنوات ماتت امه ودفنت سبحان الله وانت وله جده عبد المطارق ثماني سنوات سبحان الله يبقى لا اب ولا ام ولا جكت فله عمه عمك الكثير العيال ابو طالب فبدأ ايه بدأ يعمل النبي صلى الله عليه وسلم على قراريت في مكة يرعى الابل ويرعى الغنم سبحان الله كان يأتي بما يكسبه ليعطيه العم ليساعده على كثرة عياله وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم وعنده 13 عم اذا جلس مع ابناء عمه ابو طالب شبعوا جميعا واذا كان غير موجود سبحان الله العظيم كان لا اله لله لا يشبعون فكان ابو طالب يقول انتظروا حتى يأتي ابن عمكم محمد سبحان الله الآن من يجي وهو كريم صلى الله عليه وسلم تقول حليمة عندما كان يرضع واخوه من الرضاعة في عبدالله سبحان الله كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرضع من ثدي واحد وكانت تضع حليمة على ثديها الاخر فلا يرضع فاكتشفت انه يريد ان يترك لاخيه بقية الثدي اللبن الذي في الثدي الثاني من صغره كريم اكرمنا الله به جمع صغره الله اكبر هذا هو الذي ادبه ربه فاحسن تأديبه ما قدره حق قدره اذا ربه صلى الله عليه وسلم والله يعني نحن ما قدرنا قدر رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن الذين نؤذيه اكثر من هؤلاء الذين يؤذونا نحن كمسلمين عندما لا نطبق سنته ولا نسير وفق منهجه فهذا اذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رأيت متبرجة في الطريق من المسلمات اقول سبحانك يا رب العباد الا تؤذي هذه رسول الله عندما اجدوا ظالما يظلم زوجته وابنائه وجيرانه او زوجة تظلم من تعود سبحان الله او من تحتاد او زوجها او الى اخر اخوة سبحان الله اليست هذه تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت المرأة آذت هرة هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض ماذا صنع بها دخلت النهار فما بالكم هذا اذاء هرة فما بالنا بمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراءه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها لا تعرض النصوص القرآنية والنصوص النبوية على العقل حتى يقول انها صحيحة او غير صحيحة لكنها توافق العقل السليم الذي لا هوا عنده الحمد لله رب العالمين معنى كرمة رب رب معناها انه المالك في اللغة وانه السيد سبحان الله وانه المربي وانه القيم وانه المنعم فهو سبحانه وتعالى انتم ونحن وجميع البشر ملك الله ولكن لما تنزل قضية او مصيبة او ابتلاع على المؤمن يقول من الذي ابتلاني بهذه المؤمنة المصيبة المصيبة جاءت من ان الله هو الذي ابتلاني من الذي ابتلاني الله وهو ايه وهو الرب سبحانه وتعالى الرب يربينا على موائد كرمة زي ما الولد عندك خمس سنوات ويقتضي عملية جراحية ويخاف من غرفة العملية ويخاف من الاطباء ووضعين كمامات وغرفة العملية والالات وبعدين يعني 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 اين الرحمة كيف انت اب كيف انت عطوف علي كيف انت حنون علي ولكن الولد لصغر وضيق افقه وقلة تفكيره يظن ان اباه يريد ان يضره ولله المثل الاعلى الله يبتلين بالايه يبتلين بالنعم وينعم علينا بالبلوة قد ينعم الله بالبلوة وان عظمت ويبتل الله بعض الناس بالنعم فييجي سبحان الله العظيم العملية الجراحية بعد ما تنتهي الولد يعاف ويشاف وينمو سبحان الله ولو ظل هذا العضو اللي كان عمل وفيه عملية هكذا مريضا كان ربما قضي عليه فيحمد عندئذ اباه ولله المثل الاعلى انت تدخل في المصيبة تدخل في البلاد تقول ما الذي التلامي الله الله هو الرب وهو يربيني وظالم انه فانا بعينه يعني يعني انت لم تنزع عليك منصيبة او ابتداء اسأل نفسك سؤال هذه المصيبة التي نازلت عليك وهذا الاختبار الذي اختبر الله به بعين الله ام بعيدا عن عين الله هذا سؤال اول اجابة انما هي بعين الله الله سبحانه تعالى يسمع ويرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة في الظلماء طيب الله عز وجل يعلم ان هذا العبد لا يصرحه الا المرض فيبتلي بمرض يجعل بعد ما كان دعاء العبد باردا اصبح ساخنا وبعد ما كان الصلاة العبد غير خاشعة اصبح خاشعا وانما العبد يبتلى بالفاقر يجب يدعو الله يا رب يا رب اعطد يا رب ارزق يا رب يا رب سبحان الله لماذا له لو اعطاه المال واعطاه الصحة واعطاه سبحان الله العلم واعطاه المكانة الاجتماعية طيب سبحان الله طفر عاو ماذا صنع به اعطي من كل شيء من كل شيء ملك وطويان ومال ولي ملك مصر وهذه الانهار وتجد من تحت ما اريكم الا ما ارى في الا وصل به قال انا ربكم الاعلى يا سطار يا رب القف يا رطيف ليه لان العبد يعني سبحان الله ان رأاه استغنى ان رأاه استغنى يعني يعني كلا ان العبد ان الانسان لا يطغى يدخل في مرحلة ايه الطغيان ليه ان رأاه استغنى استغنى بماذا استغنى سبحان الله العظيم بمكانة الاجتماعية بما عنده من مال بما عنده من رئاسة بما عنده من وزارة بما عنده من كذا من كذا لكن العبد كلما العبد الصالح كلما رزق انما يرى نعمة الله سبحانه كان الحسن البصري يقول انا ادعو الله وارى يد الله تكتب لي الاجابة هذا انسان يعرف معنى الحمد لله رب العالمين ولماذا قال رب العالمين هذا هو السؤال الذي نجيب عليه ولكن بعد هذا الفاصل لنواصل ان شاء الله رب العالمين مع ام الكتاب حتى نتدبر ونحن نتلوها في كل ركعة من ركعة الفرض وركعة النفق حتى نتعايش مع معانيها اللهم علمنا ما جهدنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين اهلا بكم كنوا معي بعد الفاصل مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتعايش مع ام الكتاب الفاتحة التي نرددها كل يوم عدة مرات ويجب ان نتدبر في معانيها الحمد لله رب العالمين وقلنا انها جملة اسمية تستغرق الزمان كله تستغرق من الازل الى الابد سبحان الله له الحمد في الاولى والاخرة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سبحان الله حتى في الجنة وبعدين واخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي احلنا دار المقامة من فضله سبحان الله فكل هذا يعني معنى استغراق في قضية الحمد الحمد لله رب العالمين العالمين جمع عالم لانه كل عالم مختص بعالمه كيف والعالم الانسان عالم الحيوان عالم النبات عالم البحار عالم الفضاء عالم كذا كل هذه يجمعها عالم أو عالمين سبحان الله العالمين كل ما سوى الله عالم فالله عز وجل رب العالمين رب الانس والجن والطير والبحار والانه لانه خلقها سبحانه وتعالى فانت تدبر انت ايه في الكون ماذا تساوي بهذا الكون الضغط الذي يحيط بك من جنباته وانت عبر عن ذرة بسيطة في الكون ماذا تصنع ان لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى تصير هملا في الحياة لكن المؤمن الصادق ده واحد سبحانه الله يوقن بفضل الله يوقن بكرم الله يوقن بقدرة الله فيحمد الله يقول الحمد لله رب العالمين رب العالمين سبحانه الله ليس رب المسلمين فقط ولا رب الانسان فقط ولا رب الارض فقط ولا رب السماء ابدا رب العالمين كلها بعدين تكرر مرة اخرى بعد ما بداهت بالبسملة والحمد تقول الرحمن الرحيم الرحمن قال العلماء على وزن فعلان زي مثلا ايه يقولوا غضان يعني ملئ غضبا عطشان يعني ملئ عطشان سبحانه الله تدل على ايه تدل على ان الشيء متلئ فرحمن يعني كله رحمة رحمة سبحان الله العظيم فخلق الله الرحمة مائة جزء حجز عنده تسعة وتسعين جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة وانزل الى ارضنا جزءا يتراحم بها الخلائق حتى ان الدابة لترفع حافرها خشية ان تطأ وليدها فتؤلمه فانظر الى فضل الله سبحان الله الرحمة ابو نواس لما مات قيل لأحد الصالحين تعال لتصلي عليه ابو نواس كالرجل الصعلوك يعني يقول الكلام البديل من الشعر مشكلة كبيرة عنده فلما مات ابا الرجل الصالح ان يصلي عليه فجابسوا يغسلوا من يغسلوا ابو نواس فوجدوا في جيبه رقعة وزي ورقة مكتوبة ورقة مكتوبة او رقعة مكتوبة فقال الزوجته هذا اخر ما كتب وضعه في جيبه ثم فضت روحه فتحوها وقرأوها امام الجار العالم هذا يقول ابو نواس في اخر ما كتب يا رب يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم مالي اليك وسيلة ادل الرجا وجميل عفوك ثم اني مسلم سبحان الله فقال الرجل الصالح هيا لنصلي على ابي نواس يعني سبحان الله حسن خاتمة يقضر الانسان اذا اراد الله بعبد خيرا هيا له في اواخر ايامه ملكا فهدا وارشده وقومه فيموت على خير حال فيقول الناس رحم الله فلانا لقد نات على خير حال والناس تبعث على ما ماتت عليه اللي سجد وماته وساجد يبعث بين يدي العرش بين يدي الله تحت العرش ساجدا يوم القيامة اللي مات وهو محرم يبعث ملبيا محرما يوم القيامة اللي مات وهو يرقص ويغني ونسأل الله السلامة سبحان الله نسأل الله ان يجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه فاذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن اوسع واشمل من الرحيم وذلك نقول يا رحمن الدنيا ورحيم الاخرة ليه لماذا لان رحمن الدنيا يرحم المؤمن والكافر يرحم المؤمن والكافر والرحيم الاخرة لا يرحم الا من قال سبحان الله رضي بالله ربا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن كتابا وصدق المرسلين إذن قضية سبحان الله الرحمن يعني سبحانه أشمل وأعم لا إله إلا الله الرحيم يعني يخص بها إيه العباد المؤمنين في الآخرة ولذلك أضر المثال بسيط فرضنا جدلا أن ولد دخل على أبيه وقال له في لحظة غضب وعقوق أنت لست أبا لي وأنا لا أعرفك أول شيء يعمل الأب يعمل إيه يطرده من بيته يمنع عنه رفده وعطاءه ولله المثل الأعلى كم مليار على سطح الكرة الأرضية يقولون لله لست ربا ونحن نعبد والعذب الله سواك ورغم ذلك يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويعطيهم ويدم لكسجين ويدم الصحة ويدم سبحان الله الخضرة ويعطيهم كل هذا الكرم لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله يا بؤسة من ليس له رب يا كربة من ليس له رب ولذلك قال علماؤنا مخاطبين رب العباد لا كربة وأنت رب مش ممكن يكون عندك كرب وأنت لك رب إذا كان الطفل والولد والبنت له أب يحتمي فيه عند الأزمات وفي غير الأزمات فما بالك بمن له رب يوحده ويقدسه ويمجده ويعبده ولا يعبد سواه هذا إنسان أكبر غني في العالم هو الذي يفتقر إلى الله وأسوأ فقير في العالم حتى ما كامل يردير هو الذي يستغني عن الله والعياذ بالله اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله عز وجل لم يقل لماذا كلمة مالك طبعا قراءة مالك ومالك يوم الدين رواة ورش مالك يوم الدين لكن مالك قد تكون أشمل وعام مالك يوم الدين سبحان الله لم يقل مالك يوم القيامة لا ولا مالك يوم الحشر لا الدين لانه امر شامل للكل الدين يخص ايه يخص الحساب والجزاء والطاعة والخضوع والذل لله فكانت قضية سبحانه الله العظيم يعني قضية مالك يوم الدين لانها مناسبة بكلمة رب العالمين سبحان الله لانها تناسب رب العالمين لا اله الا الله فالعبد سبحانه الله العظيم ان العبد سبحان الله عندما يقرأ الفاتحة وتدبر هكذا ينتقل بعد هذا التنجيد ويقول اياك نعبد وياك نستعين مع ان يصلي منفردا ممكن يقول اياك اعبد اياك استعين لا اياك نعبد لماذا لقيمة الجماعة في الاسلام قيمة الجماعة المسلمون كلهم ايه يد واحدة يعني سبحانه صف واحد قلب واحد على قل ايه يصلون الى قبلة واحدة يقرون مصحفا واحدا يعبدون ربا واحدا يتبعون نبيا سبحان الله ختم الله به الرسالات شرعلكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اياك نعبد يعني ايه يعني يا رب لا تصح العبادة الا لك ما ممكن يقول ايه نعبد اياك لا اياك هذه تفيد بايه باختصاص شوي انا ربي لا اعبد الا انت ولا استعين الا بك سبحان الله ولذلك ايه طب واحد يسأل فالي ولا الله طب وعلي ايه طب كان يقول اياك نعبد ونستعين يا مع بعض يقول لي اسم اياك نعبد وياك نستعين تبدو اياك نعبد ونستعين يقول لك احسن يظن الظان انه هو يعبد الله فقط ولا يستعين به احططها في الاضافة او العطف لا اياك نعبد وياك نستعين ممكن يعبد ولا يطلب استعانة لكن لا اياك نعبد وياك نستعين اطلق الايه اطلق الاستعانة هكذا ولم يقل استعين بكذا لا اياك نعبد وياك نستعين ممكن واحد يقول ايه طب لو سألت واحد يقول انت تستعين بالله في ايه واحد يفكر يقول اه والله انا خائف اريد ان اكون امنا وحتى ان يقول انا مريض اريد ان اكون ايه صحيح البدن وثلاثة اقول والله انا فقير اريد ان اكون غنيل لكن ايه اياك نعبد وياك نستعين نستعين بايه رب نستعين بكل شيء لاننا لا نملك شيئا لا نملك من امر امورنا ابدا والله سبحان الله احنا اضعف من الضعف تميتنا شرقة تقلقنا بقة تمتننا عرقة يعني الاسن شوية مية بسيطة جرعة ماء تدخل في القصبة الهوائية دون ان ادري شرقة اتكر على الله يقول لك فلان شرقة بالماء ومات لا اله الا الله فالإنسان ضعيف تستهل جبروت وميكروب ولا فيروس انفلوانزا بسيط ينام في السرير وسبحان الله عظامه ورجلها لا تحمله سبحان الله ويده لا تمتد وطعم الماء مر ولا رغبة له في النوم ولا رغبة له في الاب بشهدي فيروس بسيط سبحان الله يقول يا الله شوانا كنت ماشي ازاي على رجدية ملأ صفي شوانا كنت امد يدي كنت اخدم نفسي كنت اذهب الى العمر كل يوم سبحان الله فكم من انسان يصبح في نعمة مغبونا فيها لانه ما قدر النعمة التي يجب ايه ان يقدمها او ان يقدم شكرها لله قيد النعمة بقيد الشكر فان النعمة كالدواب ان لم تقيد بقيد الشكر تفلتت طبيع سبحان الله يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم الا وفرت منهم وقل ما تعود اليهم مرة اخرى لك فيه ناس الافراد كالامم فيه امم ترفل في رخاء وترفل في عز وترفل في سراء ولم تتخي ربا العباد سبحان الله فاذاقها الله لباس الخوف والجوع الجوع والخوف جاعت وخافت ولم تأمن لماذا؟ انك قاطعت والعيادة بالله صلاتها بالله رب العالمين نسأل الله ان يصلنا به دائما ولذلك المسلم الصادق هو الذي يتدبر وهو الذي ايه؟ يتأمل ولذلك ايه؟ الله سبحانه وتعالى اذا انت استعنت بالله اذا انت استعنت بالله والجأت ظهرك لله وبعدين دايما نقول اياك نعبد وياك نستعين وبعدين بعد ما تتعبد وتستعين رب اهدنا الصراط المستقيم الصراط اللي مضروب على جهنم الله يعيدنا واياكم منها ويخلنا الجنة دوننا سبقة العذاب من استقام على الصراط المستقيم في الدنيا اسرع على الصراط يوم القيامة منكم من يضيء له ايمانه على قدر ابهامه على الصراط يعني انه ايه؟ لانه ضحض مزلة يعني ضحض مزلة انه هو عبارة عن زي حد السيف زي حد السكين سبحان الله بضروب فوق جهنم جهنم تحته مش حمراء لا تظن لا ده سوداء كالدير البهين فلا يسير الانسان الا وفق النور الذي اعطي له على قدر ايمانه في الدنيا فيمشي على قدر ايه؟ ايمانه ايمانه بسيط على قدر ابهامه وبعدين واحد يضيء له كالمحاق او الهلال واحد يضيء له كالبدر اللي لا يتا التمام فيه من يضيء له سبحان الله العظيم كضوء الشمس ومنهم من تناديه النار يا مؤمن اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غط على ناري اهدنا الصراط المستقيم لنا معها وقفة ان شاء الله ولكن بعد هذا الفاصل لنرى ما هو الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم امين يا رب العالمين اهلا بكم مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتواصل مع ام الكتاب فالعبد سبحان الله العظيم يسأل الله في كل ركعتنا وفي كل فاتحة في كل يعني ما قرأ صورة الفاتحة اياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد دي ايه دي الالوهية اياك نستعين دي الربوبية ولكن الفاتحة متضمنة ايه كل الدين سبحان الله دا اله فمتضمنة هذه ومتضمنة تلك اياك نعبد ادي ايه ادي الوهية اياك نستعين هذه الربوبية طيب واحد مصب ايه بالرياء واحد عايز يعمل منظر كده صورا اياك نعبد ما فياش رياء انا اعبدك انت يا رب فقط لا انظر الى ايه ان الناس انظرون الى ايه طب واحد مصب الكبر والعجب على اطول علاجه ايه اياك نستعين شوف ان انظر الى الفاتحة شفاء لامراض القلوب لانها الشافية كيف انا واحد عايز الناس تشوف عايز الناس تراه عايز الناس تحمده بما لم يفعل فيعمل ايه فورا على طول يذهب الى اياك نعبد واحد عنده كبر عنده عجب يشاف في نفسه سبحان الله غير الناس فورا يذهب الى ايه الى اياك نستعين وبعدين اهدنا الصراط المستقيم هذا هو الصراط المستقيم اللي هو اقصر طريق موصل بين النقطتين هو ايه هو الخط المستقيم فورا لا دون وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشبلة فتفرق بكم عن سبيله سبحان الله العظيم صراط الذين انعمت عليهم فباحد يقول الله فبلا ايه ربنا لم يقل او القرآن لم يأتي صراط الذين تنعم عليهم لا صراط الذين انعمت اللي سبقت لهم من الله الحسن لانه والصراط الذين تنعم عليهم حذفت المرسلين واتبع المرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم واغفل كل الايه الصالحين وايه وانت تثبت نعمة الله عليهم وتنضم اليهم صراط الذين انعمت عليهم فاذا من لم يحمد الله فهو مغضوب عليه وضال ولياذ بالله رب العالمين ليه لانه اذا حمد خرج من هذه الايه فهو ضال ومن لم يقر بان الله هو رب العالمين فهو ايضا مغضوب عليه وضال والعياذ بالله رب العالمين اذا تضمنت الفاتحة على الدين كله بركنيه ركن الايمان وركن عمل الصالح واحد يؤمن غيب اؤمن بالله انه واحد للشريكة لا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله والقرآن كتاب هذا ايمان اذا لم يصلي ويصوم ويذكي ويأمر معروف انا على المنكر واستقيم على طرق الله ويستنب ما حرم الله من ربا وسلقة و الى اخره اذا هو حصل خلل في ايه فيما تضمنته فاتحة الكتاب اذا فاتحة الكتاب ام الكتاب هي تتضمن كل هذه المعاني فانت عندما تقرأ في سبحان الله العظيم كتاب الله تتدبر كل هذه المعاني الجميلة التي هي في كتاب الله طبعا هذه عنوين سريعة افتح لكم بها بمجال التدبر انتم اهل تدبر واهل فكرة ليه لان مثلا تفتح المصحف مثلا يعني واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها وتركوك قائمة تقول الله تجارة او لهوة امرين انفضوا اليها الى ايه الى التجارة طب فين الله لماذا قالش انفضوا اليهما قال لا هو لان اللي خلهم ينفضوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التجارة وبعدين بعدها فاورا يقول ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه وسبحان الله كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة يقول الله الاول قدم التجارة واذا رأوا تجارة او لهوا لان مش كل الناس منشغلين بموضوع التجارة يعني انا واحد زي حالاتي كده غير من يعني ما تشغلني التجارة لا بيع ولا شرع مش مهمتي لكن قد يشغلني واشغل امثالي واشغل الناس قضية اللهو لان اللهو قدم اسألة ايه عامة فانظر الى الكلام سبحان الله العظيم يعني كل الناس قد تشتغل باللهو لكن مش كل الناس تشتغل بالتجارة لكن الان نزلت في الذين انفضوا عن رسول اللهو صلى الله عليه وسلم لانهم انشغلوا بتجارة او بالتجارة القافلة التي جاءت وكان لما القافلة تيجي تسبق بطبل وزمر وتصفيق واعملوا لها ايه زي مهرجان سبحانه فالناس ايه تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي معه في المسجد الا 13 رجلا هذه يعني عنوين سريعة من بعض من بلاغة كتاب الله سبحانه وتعالى اول اتصال ان شاء الله من الاختة امو محمد من دبي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا كيف حالك دبي؟ الله يبقى عليك وبركيوك يا بنت الله خليك عندي بنسبة لصورة الفاتحة ايوة انا من عمري يعني كتير وقرأت كتير بس مش عارفة اول مرة بنتبه ان صورة الفاتحة اللي هو فيها الاية الاولى هي بسم الله الرحمن الرحيم ايوة من فترة بسيطة بس انتبه فهلأ ليش طيب هي الاية الاولى وبقيت السورة بتكون بسم الله لحظة نعم لان هذه يقال ان صورة الفاتحة نزلت مرتين او نزلت مرتين على رسول الله الرحمن الرحيم مرة في مكة ومرة في المدينة والقرآن كان ينزل منجما والفاتحة هي خامس صورة تنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم فلقد سبقتها اقرأ وسبقتها المزمل والمدثر والقلم الينون والقلم والمصر ثم الفاتحة فلما بدأ ببسمها كأنها فاتحة الكتاب فكأن الكتاب لا يقرأ الا بسم الله الرحمن الرحيم هذا والله اعلم اتصال من اخت من تونس سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعطي بركاته مزيك يا شيخ الله يرضى عليك يا بنت يا مرحبا احبك تدير يا شيخ انا احنا تعبنين كثير بنت ربنا سبحانه وتعالى يا بنت يشرح صدركم ويسر امركم ويتولاكم برعايته ويقيمكم على طريق الله ويثبتكم انتم وكل مسلم ومسلمة في مشرق الارض ومغربها ان شاء الله رب العالمين الله يثبتكم يا ربي بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيك يا بنت شكر الله لك ولا تنسون عنكم من صالح الدعاء بارك الله فيكم شكر الله لك ايوا الله سبحانه وتعالى يعني ونحن نتأمل ونتدبر هذه المعاني العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى مثال الى ان يأتي اتصال اخر نقرأ شرة البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد العلماء يقولون لا اقسمه اي اقسمه اي اقسم بهذا البلد وفي علماء ومفسرين يستريح الانسان لهذا التفسير يقول ايه الجمعة مكة شرف البلد وشرف المقيم بها صلى الله عليه وسلم طب الاول اعود لانتصال من السويد اخ ابو عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الشيخي كيفك ان شاء الله يا جين اشهد بالله انك بلغت وكفيت ووفيت واحب اقول لك يا شيخ احنا بالدول اسكندنافيا نتابعك اول باول اللي هي النوج وفنلندا والدنما والسويد وانا عم بتطلبك من السويد واقول لك جزاك الله خير عنه وعن الاسلام ونشهد انه يوم القيام نشهدك بينه انت كفيت ووفيت حقيقة وانا اتطلت على اتصالي اليك بس حبيت اشكرك وجزاك الله خير بخير وعننا وعن المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك وفي كل المسلمين في الدول اسكندنافية يا ابني انا ما زلت مقصرا نحو ديني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ما لا تعلمون وان يجعلنا خيرا مما تظنون وهذا من حسن ظنكم بارك الله فيكم وثبتكم ويسر الايمان اليكم ويسر قلوبكم الى دين الله سبحانه وتعالى وثبتكم وطرد عنكم وعن ابنائكم وبناتكم وزوجاتكم شياطين الانس والجن ان ربي على ما يشاء خدير صورة البلد ايضا من ضمن القرآن تتذبر جمعت بين شرف المكان شرف البلد وشرف المقيم بها صلى الله عليه وسلم او او في اتصال من الشارقة وبعدين ارجع لاوهادي نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته نعم حضرت الدكتور عمر بارك الله في تواجزات الله خير عظيم عن الامة يبارك فيكم يا رب وبرك الله في عمرك وفي علمك الله يرضى عنكم يا بنت بالنسبة لصورة الفاتحة حضرت الدكتور عمر ايوة فيها اركان العبادة القلبية نعم الحمد لله رب العالمين الحب نعم والرحمن الرحيم رجاء نعم ومالك يوم الدين الخوف ما شاء الله فتضمنت الكان العبادة القلبية نعم الحب والرجاء والخوف نعم بارك الله فيك بارك الله فيك لي طلب عند حضرتك الدكتور بالنسبة لكلمة مثاني نعم السبع المثاني نعم فما تبين لي معنى طيب طيب حضرت حضرت وازا ما في مانع عند حضرتك بالنسبة لصوت التكوير والصبح اذا تنفس نعم اريد بيان حضرت حضرت ان شاء الله الحب وجزاكم الله خير بارك الله فيك بارك الله فيك الاختة لأمه محمد من السعودية وبعدين نجاوب للأخت الكريمة نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورح طيب وبركاته بارك الله وفيك يا سيخ محضركم في الله الله يبضي عليكم كان سؤالي يا سيخ انا تعودت منذ الزخري عن استخليف في كل سيء لكن في الاوانة الاخيرة يعني بعد كل استخارة لا اجد خيرا في هذا فسؤالي هل ممكن ان لا تقبل الاستخارة بارك الله فاذا كان خارج الموضوع الحلقة طيب ام هي كثرة الزنوب تزعل لا بارك الله فيك ربما انت تستخير طيب الاستخارة خارج الموضوع خارج الموضوع لكن يعني ربما انت تستخيرين في امر يعني قد لا يكون فيه خير لك فيما ممكن يكون استخير عدة استخارات وغير بعضها والله سبحانه يبين لك انه لا خير فيما تستخيرين فيه فتتوقف عند نتيجة الاستخارة سواء بانقبض صدر او عدم تيسير الامر وقاما يقولون علامة الاذن التيسير فاذا استخرت في امر وجدت انه غير مجرد وجدت غير منصر فهذا دليل على انك يجب الانصراف عنه اما الاخت الزهراء ويتتكلم عن ان الفاتحة فيها العبادة القلبية فيها ثلاثة اركان للقلب وهو المحبة والخوف ورجاء وقال العلماء قلب العبدي كالطائر والطائر عندما يطير له رأس وجناحان والرأس هو محبة الله وجناح من الخوف وجناح من رجاء اخر قبل ان نختم هذه الحلقة قبل الدعاء ان شاء الله يعني لا اقسم بهذا البلد قلنا او ان تكون نفي للقسم فعلا انني اجعل ما ضاء يقول لا اقسم بهذا البلد اذا لم تكن فيه انت يا محمد بعد خروجك ولا اقسم وانت مستحل فيه قتلك في هذا البلد اما يقسم رب العباد اذا كنت فيه موجودا يا رسول الله والله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مننا ومنكم وان يبارك فيكم وان يجعلنا من المتدبرين للقرآن وان يجعلنا وياكم من اهل القرآن وخاصته وان يرزقنا هذا النور وان يختم لنا ولكم بالصالحات وان يوفقنا وياكم من يحب وارضة وان يرزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات ويعني الحمد لله رب العالمين لعلني قلت علامات كثيرة يعني مسريعة في سورة الفاتحة نسأل الله نتقبل منه ومنكم نستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه لا تنسوا من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته